أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله العلي العظيم اخترت هذه الآيات التي تتحدث عن النفاق وآثار النفاق وطبائع المنافقين ونهاية المنافقين النفاق من أبرز معالم النفاق أن المنافق يفتقد الحيثية الإنسانية داخله في داخله ليس له ضمير ليس لديه أخلاق ليس لديه قيم المنافق المحتال يكذب يفجر يعتدي يتظاهر بالسلام يتظاهر بالتقوى وفي الحقيقة هو ليس كذلك يصفهم الله جل وعلا شأنه الكريم وإذا رأيتهم يا رسول الله إذا رأيتهم تعجبك أجسامه هو متأنق ثياب نظيف شكل وهندام ومنظر يعجبك تعجبك أجسامهم يعتنون بأجسامهم كثيرا وبأشكالهم كثيرا أيضا وإن يقولوا تسمع لقولهم عم يتحدث بتلاقيه رائع بالحديث حديث شيق وطيب حديث تفرح به لجماله لمضمونه يذكرني هذا بهؤلاء الساسة يخرج أحدهم على الملأ أمام كاميرات متأنق تماما يتحدث بلا باقة يحسن الاختيار اختيار الألفاظ يعد إلى درجة تقول الدنيا ذاهبة إلى الجنة حينما نسمع نحن الساسة في لبنان يتحدثون تظن أننا في جنة هؤلاء الساسة هم حشرات البلد هؤلاء النفاق تأصل في نفوسهم تأصل في نفوسهم هؤلاء ينطبق عليهم قول الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون هذا الصدود هذا الكذب الغريب هذه طبيعة المنافقين هذا تمرد على النفاق تمرد على العهر تمرد على الفجور إلى درجة انتهى أمره لن تقبل توبتهم مو لن تقبل توبتهم بمعنى أنه إذا تاب أحدهم الله يرد التوبة المقصود بلن تقبل يعني هذا لا يتوب انتهى أمره هو قطع الطريق قطع طريق العودة على نفسه ترك طريق الصلاح خربت نفسه إلى درجة لا تأمل منه لهذا من يأمل من الساسة اللبنانيين الموجودين حاليا ليخربوا البلد من يأمل أن يعودوا ويقولوا تبنا ونحن سنبني البلد معتوه من يصدقهم ولا أحد يصدقهم هؤلاء أكذب الكذبة على أي حال قبل الحديث عن هذا وذاك أهم المنافقين هو المجتمع الدولي ليتحدثوا عن الدموقراطية وحقوق الإنسان ومحاكم دولية ومجلس أمن أمم متحدة وإلى النهاية وهم وهم يرون الأطفال والنساء يذبحون يقتلون هذه فلسطين واضح في قدم وقتل واستباحة للأعراض للأطفال للأرض للأرض لكل شيء بارح غزة تستباح يقتل الطفل سمعتم أحدا في العالم يتحدث عن مظلومية أطفال غزة لا من الذي اعتدى واضح من الذي يقتل واضح تسمع حينما بعض وسائل الإعلام ينددون ننددون ببعض قذائف غزة لما يطلقون هؤلاء القذائف أنتم تضربون على المدنيين هذا النفاق الدولي معه النفاق العربي العرب أين أنتم سكوت بل بالعكس هم يفرحون هم يطالبون الفلسطينيين بالتنازل العرب أقصد الحكام هؤلاء هؤلاء الحكام أمر آخر نحن موليد يعني وعينا على الحياة وكانت فلسطين محتلة ونحن نسمع أن الدول العربية تجهز نفسها لتحرير فلسطين وأننا نصارع في سبيل الإعداد لتحرير فلسطين هذا نحن بعدنا لازلنا نستعد لتحرير فلسطين نستعد أي متى الاستعدادات ستنتهي ونبدأ التحرير يبدو الأمور ذاهبة إلى العكس ظاهر أن العدو الصهيوني سوف يدخل على العواصم العربية وغير العربية يأتيك من يقول لك نحن نستعد حتى اليوم نستعد لتحرير فلسطين كما قالوا قديما طريق القدس يمر بجونيا قبل سنوات قليلة جاء جاءنا من يقول طريق القدس يمر بحمص وحلب ودير الزور وإلى النهاية اليوم اليوم في ناس عم تقول بأنه كمان طريق القدس يمر بالبصرة وبغداد والناصرية والكوت والأعمارة أيضا بالمشخاب وعفش والرماثة ما بعرف لوين بدون يوصلوا بعض مناطق العراق عمي أنتم تمسون بالخط المقاوم أهل أهل عفش يمسون بالخط المقاوم بدنا نروح نقاوم نسترجع فلسطين أهل عفش مش عام يخلونا مش خاب مش عام يخلونا أهل بغداد أهل البصرة يعني فضلوا فضلوا صارنا سبعين سنة صارنا فضلوا استعدادات أي متى هذا الكذب على كل حال نعود إلى أوضاعنا بالعالم العربي والإسلامي المظاهرات لا تسقط الأنظمة لا تسقط الأنظمة مظاهرات النظام ما بيهتم بالشعب بل بالعكس هو يقتل الشعب والمجتمع الدولي معه يعني حينما سمعنا من بعبدك قبل يومين اللي ما عاجبوا يرحل هذا بسوريا أيضا اللي ما عاجبوا رحل سوريا خالية من أهلها العراق مش عاجبوا يرحل عند السيسي مش عاجبوا يرحل وهكذا بالجزائر المش عاجبوا يرحل كل الناس مش عاجبها ترحل لأنه الحاكم باقي المنطق اللي اسمعناه ببعبد هذا منطق ليس لبناني هذا منطق الأنظمة الحاكمة في بلادنا لو أن الحاكم عنده ذر الضمير لا يقبل أن يسمع أحد في الشارع يعترض وهو يباقي وكأنه لا شيء يعني بل بالعكس ربعنا بيحاول يحتال يقولون أنهم على أبواب أن يشكلوا وزارة في لبنان هاي الوزارة سنكون واضحين من الأول حتى ما حدا يحلم كثيرا أو يخطئ في الأحكام من الأول يجب أن نعرف الفساد في لبنان ليس وزيرا تغيره ولا رئيس وزارة بتغيره الفساد أعظم وأعمق بكثير نعم ربما ضغط الشارع يجعل الفاسد حذر لا يتباهى بالفساد كثيرا لا يمارس فسادا عللا جهارا نهارا ممكن يحاول أن يتلملم لكنه لا تطهر البلد من الفاسدين اليوم ممكن تتعين وزارة بالتأكيد هذه الوزارة لن تختلف عن الوزارات السابقة كل ما في الأمر ربما في البداية سيحاولون أن يتظاهروا بشيء من الحياء إذا الناس رجعت إلى بيوتها وظنت أنه قدمت إلى العلا حقه يكون غلطان مفترض الناس تنظم وجودها بالشارع ومو كل يوم الصبح وظهر وعشية وبالليل بالأخير في نسق طويل أو في جهد سيستمر يجب أن ترتب الأمور على قاعدة طول النفس أن يصير الإنسان قادر أن يكمل مع طول نفس يعني أن يصير في أوقات محددة أماكن محددة أسبوعيا أو أقل من أسبوع للمظاهرات مثلا أمام البرلمان اللبناني بالسحات الرئيسية أمام بعض المراكز شو مارست الدولة من أعمال منكرة وين قصرت وين ما نفذت عهود هذا الأمر شو بيعمل بيخليك أنت رابط على صدر النظام الأمر الأمر الثاني عملية توعية لأن الحل الحقيقي يبدأ بالانتخابات النيابية إذا نمنى نحن وغفل الشعب عن حقه وهؤلاء بيئوا بتجي الانتخابات الناس عادة بتنسى بتغفل بتنخدع تشترى تباع بينما إذا كان مستفز الشارع وإجت الانتخابات وأحسن المخلصون طبعا فيكتار بيحاولوا يركبوا الشارع وبيحاولوا يستفيدوا وبيحاولوا يطلعوا على ظهر الشارع أنا عم نتحدث عن الشارع الصادق الشارع يحاول أن ينظم نفسه بشكل تأتي الانتخابات فيحدث خرقا مهما كل ما كان الخرق أعظم كل ما كان في إمكانية البدء بحل وبعلاج مشكلة الفساد حينما يصبح هذا الصوت الهادر بالشارع موجود وبقوة بالمجلس النية بتبدأ ملامح وفجر التغيير وفجر الصلاح إذن علينا أن أول شيء نحاول نحصل مكاسب آنية ولو محدودة الأمر الثاني نخطط لإنقاذ البلد من أيدي هؤلاء الأمر الآخر هؤلاء يتحدثون عن أنهم هم أبرياء كلهم أبرياء طيب من سرق البلد من نهب البلد من خر بالبلد ولا شيء أكثر من هيك يذهبون ويعلنون عن حساباتهم المصرفية ما شاء الله تبين هؤلاء ما يلهم علاقة بكل خراب البلد والكل يعترف بأنه أساسهم اللي خربوا تذهب إلى رئيس الجمهورية يقول لك زعماء الطوائف تذهب إلى الفلان يقول لك كل الآخرين إلا أنا كلكم شركاء حتى لي قد لا تجد ضده ملفات هو متواطئ وهو حمى وهو نصر وهو آذر لص فهو مسؤول من هون حينما نتحدث عن المحاكمات أنه خلي روح الفساد بعضهم نعم خلي روح الفساد للمحاكم هذا الكلام خادع أول شي أول شي حتى في شروط إذا ما إذا هذه شروط ما توفرت هذا كل الكلام كذب أولا من قال لك أن القاضي الذي ترسل إليه ملفات الفساد ليس فاسدا ومش هو أول واحد لازم يتحول على محكمه نحن عندنا جسم القضاء أفسد جهاز بالسلطة اللبنانية جسم القضاء إذن علينا أولا إذا كان في صدق سنكون واضحين أيها الكذبة إذا كنتوا صادقين بدكنت حاكم الفاسدين أول شي يجب أن يكون لدينا محكمة نظيفة قاضي محترم وحد الأمر الثاني الأمر الثاني أن تباشر بنفسك مو إذا أكينا عن الفاساد تروح تجيب خصمك في السياسة وتحاكمه يعني تستغل موضوع الفساد لإتمام مشروع الحرب المذهبية القذرة لا أنا ما أقول بأن مثلا نفترد حاكم المصرف مش فاسد لا ممكن يكون فاسد ويحتاج إلى محكمة السنيورة ممكن يكون فاسد ممكن يكون كبير الفاسدين وإلى النهاية لكن أول شي مع لش باعتبار الثناء الشيائي هم يتحملوا المسئولية الأساسية لأنهم حكام البلد ما حدا يتخبى وراء إصبعه ما حدا يتخبى لا رئيس جمهورية ولا جبران باسيل ولا حدا الثناء الشيعي هم حكام البلد هم أساس البلاء هم الفساد بعينه هم جرثومة الفساد أنا بذكر أحدهما قال قبل سنوات الفساد نهب المال العام اللي بيتحملوا والشيعة بيقصد شريكو أنا بيدفعوا أنا مستعد ردوا للدولة ماشي علينا أكثر من مئة مليار دولار أنتو أنتو رئاسة 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 مجلس النيابي قلت بالحرف الواحد ليس عنا مرشح ولا نسمح أن يكون فيه مرشح آخر غير نبيه بري ماشي إذا بتحمل مسؤولية بالأمس القريب تقول أنت لب عبدا نبيه بري خط أحمر روحوا تفاهموا معه إذن أنتو متكاتفين متضامنين ما حدا يعمل حاله بري رأس الفساد الثناء الشيعي رأس البلاء في لبنان الثناء الشيعي لو أراد اليوم لبنان بيصير جنة اليوم مش غدا اليوم لو أراد هؤلاء أن ينظف البلد تنظف الإدارة من الفساد يستطيعون اليوم بس لا يريدون لأنه أشربوا حب عجل النفاق أمر آخر في حديث بالبلد عن التخويف من الفتنة حرب أهلية انتبهوا في حرب أهلية عمس أحدهم كان عم يخوف أحدهم يعني أنت عم تدفع على الحرب الأهلية خليني وضح ما في حرب أهلية في لبنان يا إخوان لأنه في جهة وحدة قادرة تفوت بحرب أهلية وتملك إمكانيات الحرب الأهلية الباقون يهربون من الحرب الأهلية خلنكون واضحين هاي الجهة هاي الجهة اللي قادرة على أن تفتح حرب أهلية لن تفتح حرب أهلية تعرفوا ليش لأن سلاحها إذا دخل بحرب أهلية داخلية تخسروا سلاحها موجود لابتزاز الدول الأخرى على حدود فلسطين أنه نحن أمنين نحن عملين خط حماية للإسرائيلي هذا السلاح مهمته دولية برضى الأمريكان والإسرائيليين والأوروبيين إلى النهاية ما في داعي حدا يخدعنا بسوالف بمائلها طعمة متفقين حتى مبارح وقت اللي تهددوا تفقوا على سيارة بتقطع حدا بيزدت عليها قذيفة وأنه انتهينا الأمر هذا سلاح صحابه مش بهالبساطة بكبوب حرب أهلية بلبنان لا هذا إذا كبوب حرب أهلية بلبنان اللي بيعتبروا حالهم خسروا كتير هو قيمته أكتر من هيك لهذا هم يحرصون أشد الحرص أنه ما يصير حرب أهلية في لبنان ما حدا يخاف من حرب أهلية ما في حرب أهلية في لبنان اضغطوا على السفلة والمجرمين حتى يصير في عنا دولي نحن ما بدنا نخرب بلاد وما بيعتقد اللي نازل على الشارع وعم يقول أنا جوعان وبد يعيش بكرامتي بده يخرب بلاد نهائيا نعم هل لا في حدا بيحاول يركب على الحراك من هنا أو هناك معروفين معروفين ومعروف أهدافهم والشعب واعي لكل هذا ما في داعي مثل ما أنت عم تحاول تركب الحراك لتوصل لمحل هو عم يركب الحراك ليوصل كل منكم يحاول أن يجعل الحراك مطية له ويجعل الانتفاض والثورة مطية له لكن يبدو إلى الآن وإن شاء الله ستبقى هذه الانتفاضة بمنأة عن كل خبائث وشيطنة هؤلاء جميعا فإذن ما حدا يخاف من حرب أهلية منطلعو لك بارودة مدروين بجل الديب واحد عخلدة تصرف ما بعرف شو واحد صرح تصريح على أساس يرعب الناس انتبهوه يا ناس ارضوا بنا مجرمين ولصوص عمناكلكم ومناكو الأرض ومناكو المستقبلكم لأنه إذا ما رضيتوا لحن نفتح لكم حرب ما هذا هاي بعيدة عرقاب أمر آخر العراق اليوم العراق يا إخواني الأكراد قاعدين على جنب ما عم يصرف وإي تصرف غلط قصدي ما نزلوا للشارع السنة أيضا نأسف أن نقول هذا لأنه بجراحاتهم كثيرة الانتفاضة بالعراق انتفاضة شيعية من بغداد للبصرة طيب ما معنى أن تقول عن هذه الانتفاضة تخونها وتشتمها وإنت بتعرف أنك جوعتها وأنك هتكتها وأنك اعتديت عليها مو بس أنت سارق مو بس معتدي وظالم مو بس خائن وعم تخون المظلوم وبتعتدي عليه وبتقتله يعني نحن ما بنعرف هلأ كيف عامين قتلوا الناس بغداد وبوصرة وبالديوانية نعرف ما في داعي للشطارة الأمر مكشوف من أراد أن يعيش بأمن وأمان يتفضل عندك خير والموضوع العراقي يا إخواني خنكم واضحين الناهبون أمريكا والإنجليز والنظام الإيراني وحسالة الحكام في العراق هؤلاء الحسالة القذرين هؤلاء نهبوا الشعب العراقي واليوم لا حينما أمام الشعب العراقي الأمركاني يطالب الإيراني ما تقتل الشعب العراقي والإيراني يخون الشعب العراقي أنك في خدمة أمريكا هم متفقين على الشعب العراقي قواعدكم العسكرية متجاورة أنت قواعدك العسكرية بالعراق وأنت قواعدك العسكرية بالعراق والشعب هو الممسوح ما أنتم متعاونين ما عليش يعني هلأ إذا تقنعني أنت ضد الأمركان ليش في غبي بالدنيا ممكن أن يصدق بهذه القضية ممكن حدا يجي يقول لك وهذا يبتاكل هاي السالفي عند بعض الشيعة البسطة لن أقول أكثر من هذا أنه يا أخي اليوم العصر الذهبي للشيعة إمت خليني جس النبض خليني أحكي بالطريقة اللي بيحكوا فيها في مجالسهم إمتي كان لنا هذا الوجود وهذه القوة نحن في العراق حكام نحن في إيران حكام نحن في لبنان حكام هم قالوا نسيطر على كذا عاصمة شيعة حكام شيعة من حكام حكام ماذا ماذا تفعلون يعني عشيرة عشيرة الشيعة عشيرة الشيعة هي الأقوى هذا منطق جاهل لأنه حينما تتحدث بالعشيرة أنت ما عم تتحدث عن قيم وعن عدالة وعن حقوق وعن كذا نحن مثل أي قبيل في مكان ما الصالح فيها والطالح فيها والمجرم فيها نحن أبناء العشيرة تلاحظ في بيروت مثلا حينما يطلب من هؤلاء أن يهاجموا مثلا للمتظاهرين بناءك هؤلاء اللي دخلوا على المتظاهرين يهاجموهم خرجوا من المساجد ومن تقوى الله ومن عبادة الله هذا جاي من خمارة وهذا جاي ما بعرف منين وذاك جاي مدر منين يعني هؤلاء ما بينتموا لعقلية واحدة بينتموا لعاطف قبالية واحدة نحن قبيلة الشيعة يعني قبيلة الشيعة طارة في لبنان طارة في لبنان والعراق طارة في لبنان وعراق وإيران قبائل قبائل تهاجم قبائل يعني قبيلة الشيعة تهاجم قبيلة السنة قبيلة السنة تهاجم قبيلة الشيعة هذا المنطق الإيراني والسعودي هذا المنطق القذر اللي عم يدمر المنطقة أنا أعود لهؤلاء وأسألهم إمانكم هذا منطق من ينتمي لعلي هكذا ينتمي لعلي علي يقول والله ما معاوي بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر الغدر والفجور أي والشيعة ليس من شيم علي الغدر والفجور لا يتصف بهم من يحب علي وأنتم تغدرون ولو لك راهية الغدر لكنت من أدهى الناس معاوية كان يغدر ويفجر لو لك راهية الغدر لكنت من أدهى الناس ولكن كل غدرة فجرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة والله ما استغفل والله ما استغفل والله ما استغفل بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة ممارسة الكذب والفجور والسرقة والاحتيال وتجويع الشعوب وتخوين الشعوب وهذه ليست من صفات المسلمين ليست من صفات أتباع رسول الله المسلمين ليس من صفات وآداب علي بن أبي طالب أنتم لستم شيع لا علاقة لكم لا بالإسلام ولا بالتشيع هذه صفات الأهل النفاق هذه صفات الماكرين طبعا ليس أنتم فقط كل حكام المنطقة على نفس المدرسة أيضا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولقد أصبحنا في زمان ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدرة كيسا كياسة واللطافة الغدر اللباقة الغدر الحنكة بالغدر انتبه إن هذا فاهم هذا لبق ليش؟ لأنه غدار اليوم هكذا ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة جهل والحمقى والفسقى والله هو شاطرين ليفهموا يركبوا ذكاء وحيلة شاطر هذا مو حيلة هذا غدر ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه العاقل المتدين بيعرف بيعرف طرق القذرة للوصول إلى ما يريد لكن يمنعه حدود الله فيدعوها رأي عين شايفة هو بس بيتركها مو لأنه ما بيفهم ما بيعرف لا لأنه يتق الله بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين وينتهز وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين هذا النفاق الرواية تقول أن امرأة مخزومية سرقت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر رسول الله بقطع يادها مخزومية مخزومية من قريش من عشيرة في قريش لها شأن عظيم ومن أسياد قريش صعظم الأمر امرأة من سادات قريش تقطع من يكلم رسول الله من يكلم رسول الله قالوا ما لنا إلا أسامة بن زيد أسامة بن زيد ربيب رسول الله في بيت رسول الله يتكلم مع رسول الله تحدثوا مع أسامة بن زيد جاء أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث معه يتشفع بالمخزومية قال له رسول الله أتشفع في حد من حدود الله عم أنت عم تتجاوز تجاوز عم تشفع عم بتحاول تعطل حد من حدود الله عم بتحاول تعطل العدل عم بتحاول تعطل بناء دولة ثم صعد المنبر فقال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه كان شريف وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد عزيزة سرطة رسول الله أغلى إنسان على رسول الله بنته الوحيد فاطمة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقد تعطوا يدها بإيران بالتأكيد أنتم تقرؤون عن علي كثيرا وعن رسول الله كثيرا هذا رسول الله تبدعون أنكم على دينه ولكم في رسول الله أسوى حسن هذا رسول الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها فضلوا حاكمنا اللصوص والسراق والذين نهبوا الشعب العراقي اتفضلوا لا تنصروا وتؤيدوا وتؤازروا اللصوص في لبنان وتقاتلوا في سبيل الدفاع عنهم أنا أخاطب شيعة لبنان أنتم أكثر ناس مظلومين هؤلاء يغذبون عليكم هؤلاء يخدعوكم هؤلاء يحاولوا أن يصوروا النزاع وكأنه طواعف أن هذا الحراك في لبنان وهذه الانتفاضة ضد المكاسب الشيعية ضد القوة الشيعية هذا كذب والله كذب والله عهر فجور هؤلاء يريدون أن يسرقوا البلد أن يدمروا البلد أن يجوعوك أنت وأطفالك ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك هم حاولوا أن يخلقوا هذا البعبع حتى تجلس في بيتك ولا تشارك الآخرين في همهم وجوعهم وأنت الموجوع أكثر وأنت المهموم أكثر هؤلاء إذا كانوا صادقين هذا رسول الله يقول والله لئن سرقت فاطمة بنت محمد لقد أليس لدينا نحن لصوص في لبنان كلهم هؤلاء لصوص إذا كان في واحد شريف على رأس عمام أو بدون عمام يدعي أنه هو يتقي الله شرف يقف مع المظلومين أبو ذر وحده وقف مع المظلومين وشرد إلى الربذ حتى مات في الربذ ورسول الله يمدح أبو ذر يقول ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر أبو ذر الصادق أين أبو ذر بينكم لهذا على الجميع الشيعة قبل غيرهم أن يقفوا في وجه اللصوص لا يخدعهم كذب فلان وعهر فلان وفجور فلان والدعاء فلان هؤلاء الحكام عندنا لو أرادوا أن يطهروا البلد من الأرجاس والأنجاس لفعلوا لكنهم ليسوا أهلا لذلك على كل حال ننصح الجميع أن لا يفتر أن يستمر بالعراق وفي لبنان وفي الجزائر وفي كل مكان نحن ليس أمامنا خيار إلا الاستمرار بعقل دون عنف دون أن يجرنا أحد إلى عنف دون أن يلجعنا أحد إلى استخدام قوة القوة انتحار القوة انتحار انتبهوا انتبهوا القوة انتحار بالمناسبة نحن ندعي بأننا حماة القضية الفلسطينية وحماة التحرير لكن قبل أيام كانت صور بوتين مشرورة على الطريق لا الهرمل أيام لينين وستالين وغيرهم من حكام الاتحاد السوفيتي الشيوعي الشيوعيين ما نشروا الصور حكام موسكو على طرقات لبنان بس في أيام حزب الله تنتشر صور بوتين على طريق البقاء تعرفوا ليش لأنه الحاكم بسوريا يتملقوه وعم يغروه بكرة من فوتك على لبنان ومن حكمك بلبنان مثل ما حكمناك بكم شي أنتو يعني غفلتم عن أن تدركوا ماذا تفعلون إلى أين تذهبون يعني أنتو حاضرين تبيعوا كل شي لكل مشتري ما في حدود للعيب للغلط ما في حدود للصح والصواب شيوعي ما عملها أيام زمان ما بالكم هل أتخايفين من بوتين بسوريا لا يجب على أهلنا في البقاء أو في غير البقاء أن يجعلوا حدا لهذا العبث القذر أقول هذا حتى ذكر أنه ما في حرب أهلية في لبنان بدليل أنه في سوريا اضطروا أن يجيبوا بوتين في لبنان قفت أيها الشعب دون حقك لا تخف من هرج ومرج ومن كذب كل من يهول عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته